بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي برحب بكم مستر حامل البيومي وبإذن الله في أولى دروس منهج علوم الصف السادس الفصل الدراسي التاني كل عام وانتوا طيبين وأول حاجة معنا الوحدة التالتة بنكمل يا ولاد بعد الترمي الأول الترمي الأول خدنا الوحدة الأولى والوحدة التانية فأول وحدة معنا هيبقى مسمها الوحدة الثالثة واللي بعنوان المياه والطقس والملاخ وأول مفهوم فيها انتقال الطاقة خلال دورة الماء ويلا مع بعض نبدأ درسنا اللي عنوانه انخفاض منسوب المياه يلا في البداية نعرض فكرة سؤال يا طرى تتوقع إيه إذا تعرضت مياه إحدى البرك لأشعة الشمس لفترة طويلة وفي فصل الصيف يا طرى منسوب المياه إل ولا منسوب المياه زيد انت اللي يتجاوب على السؤال ويلا نتعرف على طبيع الدرسنا اليوم المياه يا ولاد بتوجد في الطبيعة على ثلاث حالات حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غزية الحالة الصلبة وهي الجليد أو الثلج والحالة السائلة هي مياه الشرب المتعرف عليها والحالة الغزية هو بخار الماء والميا يا ولاد بتتغير باستمرار من حالة إلى حالة أخرى كجزء من سلسلة العمليات المعروفة باسم دورة الماء في الطبيعة والشكل بيعبر عن بركة ماء صغيرة تعرضت للجفاف عند تعرضها لأشعة الشمس لفترة من الوقت وفي فصل الصيف طب يا ترى إيه السبب في اختفاء المياه بالشكل اللي قدامنا إيه الإجابة يا ولاد عندما تسقط أشعة الشمس على مياه البركة تنتقل الحرارة إلى مياه البركة طب المياه يحصل له إيه؟ تسخن طب لما تسخن تتبخر وتتحول إلى بخار الماء طب البخار يحصل له إيه؟ يتصاعد إلى طبقات الجو العليا ويستمر البخار في التبخر من البركة حتى تجف البركة تماما ويجي على وقت وتختفي وتندثر طيب هنتكلم دلوقتي على دور المياه والرياح وأشعة الشمس كم عامل؟ ثلاث عوامل مهمين واللي لهم دور كبير جدا في انتقال الطاقة خلال دورة المياه يلا نمسك عنصر عنصر أولا أشعة الشمس دورها إيه مستر؟ بتوفر الطاقة طاقة إيه؟ حرارية لإنها مصدر للإضاءة والحرارة فتساعد على انصار الجليد وتبخر المياه السائلة فيتكون بخار الماء وتوفر أيضا الطاقة اللازمة لحركة الرياح طب دور أشعة الشمس طب الرياح من اسمها الرياح عبارة عن طيارات وائية يبقى بتسبب الطيارات المحيطية التي تنقل المياه إلى مواقع مختلفة ومتنوعة على سطح الأرض تعال نتكلم على فكرة مرتبطة باللؤنها وهي جفاف البحيرات كان في أولاد بحيرة كبيرة ومالحة في تركيا البحيرة دي تحولت بمرور الزمن والوقت إلى بركة صغيرة وبعدين جفت تماماً واندفرت تماماً في فصل الصيف حيث كانت مستويات المياه تنخفض في البحيرة نتيجة انتقال الطاقة خلال دورة المياه ويتشوف شكلها بعد الجفاف طب يا طرق يا مستر إيه سبب جفاف هذه البحيرة تغير المناخ أدى إلى ارتفاع في درجة الحرارة بشكل متوسط درجة حرارة الهواء على الأرض فأدى إلى انتقال المزيد من الطاقة الحرارية إلى المياه وبالتالي زادت عملية التبخر في البحيرة فتعرضت للجفاف الشديد طب العلماء يسكتهم؟ لا عملوا أبحاث كتير جداً على معرفة أسباب تغير البحيرة في السنوات الأخيرة عشان هدفهم تحديد طرق الحفاظ على النظام البيئي الكوني وإعادة تأهيله لحمايته من التغيرات المناخية ملاحظة مهمة جداً خلي بالك منها إن المية المالحة بتتبخر بشكل أبطأ من الماء العزب طب دي ممكن تجيلي سؤال علل السبب إيه يا ولاد؟ لأن الماء المالح بيحتوي على أملح بتزود من كتلته فيجعله يحتاج إلى طاقة أكبر وأكبر للتبخر طب يا مستر حامد ما قلت لناش أهمية البحيرة إيه؟ كانت البحيرة بتستقبل ما شاء الله آلاف هائلة من طيور الفيلمينجو التي تهاجر إليها وتتقاثر هناك خاصة في التقص الدافئ حيث تتغزى هذه الطيور على التحالب الموجودة في المياه الضحلة الغير عميقة للبحيرة بكده أولاد خلص درسنا الجميل أول درس من دروس الترمي التاني واللي تكلمنا فيه عن دور المياه والرياح وأشعة الشمس في انتقال الطاقة في دورة الماء وأيضا جفاف البحيرات وأسبابها ونفتن بسؤال ضع علامة صحة أو خطأ يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض متوسط درجة الحرارة الخاصة بالهواء على الأرض وزيادة التبخر في البحيرات الإجابة خطئة النقطة التانية يتبخر الماء المالح بشكل أبطأ من الماء العزب الإجابة صحيحة وقلنا ده سؤال علل وقلنا السبب في الدرس يا رب يا أولاد الدرس يكون بسيط ومفيد انتظرونا في باقي الدروس بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة